طبعاً الخبر اللي كان مهم في اليومين اللي فاته سيدات الأهلي فوزنا بالسوبر المصري من نادي الجزيرة وفوزنا الحمد لله فارق كبير 72-43 كان مهم البطولة دي جداً عشان دي كان جاية بعد إخفاق بطولة دوري المرتبط كان مهم استعادة الثقة كان مهم جداً الفرقة تحاول بشكل أو بآخر أن هي تستعيد الثقة وإحنا توقعنا ده أن السنة دي والموسم ده مش موسم سهل بمكان سفورت الأقوى فرقتنا مجهدة نتيجة التاتعة ثلاثة ومنتخب مصر ووي 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 ألاخ فالموضوع مش هيكون سهل كان مهم جداً الفوز فرقتنا واخد راحة محتاجين الراحة البنات بعد الراحة هنخش بقى على المفرامة بتاعت السوبر ومطشات الزهاب والقياب هيبقى فيه مطشات قوية محتاجين تركيز فيها طيب الفرقة قدام الجزيرة قدت مطش كويس احنا هنا لازم نقول الجزيرة أو شابول الجزيرة بيلعبوا لآخر ثانية في المطش بيلعبوا بكل قوة عايزين يكسبوا فريق محترم مش معنى النتيجة كبيرة ان فريق يقل منه فانية لا خالص فريق قوي بدليل انه النهاردة بيلعب الطرف التاني في السوبر ميرال أشرف يا جماعة عملت مباراة جمدة جداً يعني يمكن ميرال استاتا بونت بتاعتها التانية دي ميرال عملت مباراة قوية جداً اللعبة دي يا جماعة بجد في منتهى منتهى الجدية في أداءها منتهى الالتزام دايماً احنا دايماً لازم ندي حق ميرال أشرف يعني بقى كلمكم بأمانة وجند مجهول ما بيتكلمش يلعب يلعب ما يلعبش يلعبش ينزل تطلع تشوت فبقول لكم بأمانة ميرال أشرف يعني احنا من هنا بنوجلها كل التحية مع كل اللعبات طبعاً ما فيش كلام اللعبات كلها كانوا كويسين بس احنا ميرال أشرف ندي حقها لان هي الصراحة قدت مبرك وويسة وطول عمرها اول من ضمامها من نادي القادمة من نادي الشمس وهي بأداء نفسي وفني ساب كل التوفيق لكابتالي خير المدير الفني واللعبات في دورة السوبر المصر ان شاء الله